اهلا وسهلا اخواتي كديرين لا بسعليكم سمحوا لي اتنى على هذه الغبرة الطويلة اشكا تعودوا امركم هانيا كنتمنى ربي تكونوا كولكم باخر الاخير معكم كوتر من القناة تاميرات البيتي في الفيديو اليومين ان شاء الله سنعطيكم واحد الوصفة لزيادة الوزن هذه الوصفة صحراوية 100% سنحضرها معكم في هذا الفيديو سوف ترى مخلطة او اخبركم المقادير كامل باش تتحضر و بالنسبة للبنات التي لا تفهموش سوف نجد لكم جميع المقادير في الاخر ديال هذا الفيديو لا تنسوا تشوفوا الفيديو الاخر باش اذا اردت حالها تسكروني و المقادير سوف يكونوا في الاخر ديال هذا الفيديو إن شاء الله سنتدخل لكم المقادير بالنشان بالنسبة لهذه الوصفة الابنات ستحتاجون فيها الكيلو ديالتمر بالنسبة لي اهنا درت واحد الكيمياء اللي هي قليلة باش نوريكم ما درت الشكلو كامل غادي تحتاجوا الكاس ديال الخزامة خزامة الزرقة اللي كسبة عند العطار كتاخدوها الابنات كتنقيوها و كتكونوا اصلا ديجا غسلينها من دكترا كتخليوها تكتنشف من بعد كتتطحنوها البناس كاس ديال الخزامة كان يحتاجوا الكاس ديال لعلك مطحون بالنسبة لبنات اللي معارفينش اللي عليك سيرو عند العطار قوليها غير لعلك سوف يطحنوها و كتشدوه تطحنوه اما عندكم في فتحانة الكهربائية و كتشروه اه يعني كتشروه ديجا مطحون سوف تحتاجوا لبنات كاس ديال المساخن سوف تستغربوا من الوصفة شوية كاس ديال المساخن هاد الوصف كذلك مهمة بزاف اللي عندهم البرودة فالراحيم والبنات اللي باغن كذلك يحملوا رهم زيال لهم بزاف هاد الوصفة هادي و كتزيد بزاف الوصفة سوف تحتاجوا كاس ديال المساخن كما قلت لكم و سوف تحتاجوا لهاد مكسرات بالنسبة للمكسرات و لكم الاختيارة انا احنا ندرت نسكيلو ديال كوكوب و سوف تديروا نسكيلو ديال اللوز و سوف تديروا نسكيلو ديال زنجل هاد الشيكاة من البنات سوف تشدوه و تنقيوه و تتحمروه و تتحنوه و تتحنوه كذلك يكون مطحون بغيتوا تخليوه مطحون بغيتوا تخليوه مطحون على شكل يعني انك تعجبني في المكسرات يكونوا شوية مهرمشين يعني ما يكونوا كاملين تاني بودر بغيتوا تتحنوه بودر ما بغيتوش تخليوه هاكاك مهرمش مهم لكم الاختيار و تخطيس هنالكسكاس كتديرو في كيلو ديال التمر كتنقيوه من العدم دياله و تحيدوه العدم كتزيدو عليه كاس ديال خزامه مطحونه و كاس ديال عليك مطحون و كتزيدو كاس ديال مساخن كذلك مساخن يكون معروفين مطحونين مديجة هال الشيء كاميل اللي بدلوه في الكسكاس و تعملو البرمج بالماء و تصدروا فوق منها الكسكاس و تجعلوه هال الشيء كامل مطحن في طيب ولا يتفور نصف ساعة و ينضيفه مكسرات اللي قد لكم اللي قد عزيزي هذا الشيء كامل والتخلطو الوصفة تشدوها تديروها في بواطة كما تشوفوا معي نديجة عندي مخلطة تديروها في البواطة وتخليوها لبنات على الاقل مدة وسبوخ ستحتفظوا بها في واحد البلاسة ما تكونش تلاجع ما تكونش تضرب فيها الشمش وما تكونش فيها رطوبة بزيف سكون بلاسة عادية تديروها في هذه الوصفة مدة كما قلت لكم أسبوع ستستخدموها مدة أسبوع لكي تتلقوا في هذه المكونات التمار مع الخزامة مع العلق مع المساخن مع المكسرات كل شي يندمج مع بعضيات وعاد بإمكاننا نستخدمو الوصفة منسبة طريقة لاستخدام الوصفة كتاكل المعلقة على الرق كتاكل كذلك معلقة مر الغضاء وكتاكل سنين معلقة مر العشاء هذا هو طريقة للإستعمال لها معلقة كبيرة وعامرة هذه البنات تزيد في الوزن لكم ووصفة مجربة لا أستطيع أن أقولها لكم هذه وصفة مجربة من وصفة صحراوية 100% كذلك كما قلت لكم استخدموها البنات اللي عندهم برودة في الراحم والبرودة كذلك في الأطراف يستعملوها رزوينة كتسخن والبنات كذلك اللي كيكون عندهم البرودة في الراحم يعني كتجيهم الدورة الشهرية بالوجاع ولكتجيهم كما أسبق لي حكيت لكم أنا كان عندهم مشكلة لتأخر الحامل وعاوت لكم على الدورة الشهرية بزاف الحواج البنات كيوقعوا لهم كما كان كيوقع ليا استخدموا هذه الوصفة هادي إن شاء الله يجيب لكم فيها اللاتيسي وكذلك أهم حاجة فيها أنها تزيد في الوزن وكتفتح لكم الشهية لبنات ما تنسوش تجربوها ديروها وتجربوها أعلى حسبها للبنات والله شاهدوا ما أعلم ما أقول يعني بلا ما نبقى الحلف عليكم هناك كتفتح الشهية بواحد شكل خيالي وفيها مكونات اللي هم طبيعيين جدا ما تخافهم متى شي حاجة بالنسبة للبنات اللي ما بغينش يجري المساخن تقدروا تتفادوهم في هذه الوصفة هادي ما تديروهم شغير المساخن ببحدهم أما باقي المكونات لتقدروا تديروهم كاملين يعني بنات ما تستغنوا على التشي حاجة باش الوصفة تعطيكم المفعول غير المساخن بغيتوا تديرو بكيمياء قليلة تديروها بغيتوا تديرو كاس كاملين بديروه ما لكم الاختيار في المساخن بالنسبة لي أنا هنا في هذه الوصفة بحكمة أنا كان أرده خفتهم ضروريات تربية درت غير واحد شوية منهم يعني ما كترتهم مش بالزيك درت غير تقريبا واحد شوية من المساخن ما كترتهم مش بالوصفة واحد في الطبائر في هذه الوطن كما كتشوفوا كانت تمنى يا ربي نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم مسكن هاد الوصفة هدي نات الإعجاب ديالكم والإستحسان ديالكم كانت تمنى يا ربي تجربوها وتلقوا عليها النتيجة اللي بغيتوا وتلقوا اللطاية كذلك اللي بغيتوا ان شاء الله ونشوكوا ان شاء الله في فيديو جاي تتعلو لي أفرسكم بزيف 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 والله العادة متتوحشتكم ما سمح لي إليك نسكان عبر عليكم غير دروفي ما كتسمع شلي أنا لنصور يوميا كنحاول نختطف شوقية في حلقة نصور لكم شي فيديو ونحطو لكم شكرا شكرا لكم بزيف على الدعم ديالكم القناة اميرات وبيتون شكو ان شاء الله في فيديو الجاي تلقوا لي أفرسكم بزيف 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 السلام عليكم شكرا 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 شكرا